المشاهدين أهلا بيكم معانا مرة تانية مشرفني يكون ضيفي في ستوديو مساء الخير في هذه الفقرة الأستاذ محمد فتح الشريف الكاتب الصحفي ومدير مركز العرب للدراسات والأبحاث أهلا بيك فندم أهلا بحضرتك فندم وأهلا بكل مشاهدينك الكرام سيد محمد أنا كنت يعني عملت بعض الأدواء كده على تحليل العلاقات المصرية القطرية والتركية وحضرتك برضو يعني تصلح لي أن طبعا ده تخصص حضرتك ويكون كلامك أقوى بكتير من وجهة نظري يعني وقلت إنه البعض يقول إنه هم كانوا متورطين في الحروب بالوكالة وفي الهجوم على مصر وفي تنمية الإرهاب وتقويته وفي إيواء الإرهابيين أين كان اللي حصل اللي خلاهم يرجعوا مش أين كان اللي خلاهم يعملوا كده لأن طبعا ده مصر درسات كويس أوي لكن أين كان اللي حصل إحنا بنشهد فعليا خطوات متسرعة جدا لعودة علاقات ربما يعني ما كونش متجاوز لقلت أقوى من الأول بالذات في المجال الاقتصاد يعني سمو الأمير تمين بيتحدث عن مضعفة العلاقات التجارية مش بيتحدث عن موها ولا زيادتها ولا كده تصور حضرتك إيه بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بحضرتك طبعا رؤية حضرتك أو تحليل حضرتك هو الصواب بعينه وأعتقد أن الاستراتيجية التي تتعامل بها الدولة المصرية وأقول منذ 2014 وحتى اليوم هي استراتيجية سياسية دبلوماسية تمتاز بسلاس عوامل أساسية العام الأول الحكمة في التعامل مع كافة الملفات العام الأساني أن تكون رؤية الدولة المصرية واضحة وفق استراتيجية تؤكد في هذه الاستراتيجية على أن الدولة المصرية دولة قوية وقادرة على إدارة الملف وعلى النجاح في هذا الملف المحور الثالث أن الدولة المصرية ووجهة نظر الدولة المصرية الرسمية وضحت أنها كانت الأصوب وكانت الصواب في كافة الملفات في التعاطي مع كافة الملفات أو الأزمات التي شملتها الوطن العربي بعد 2011 وحتى اليوم هناك ملفات كثيرة جدا كانت شائكة وملفات كثيرة جدا كانت تحتاج إلى رؤية ساقبة والدولة المصرية تعاملت مع هذه الملفات بحكمة ودملوسية شديدة جدا جدا حتى أن عندما حدث يتقارب في وجهة النظر كانت الدولة المصرية رؤيتها واضحة ومتذنة وأعتقد أن المرحلة المقبلة سوف تشهد مزيد من الانفتاح على الدولة المصرية لأن الدولة المصرية تتعامل من منطلق أنها الكبيرة أو الأم للعرب التي من يعني من واجبها أن تكون راعية لمصالح الشعوب العربية وهذه النقطة مهمة جدا هو واضح أنه دنهك مش مجرد تخصيص لديرة لأن تركيا مش دولة عربية لكنها دولة مثلا إسلامية ففي علاقات طيبة جدا بيننا وبينها كانت على مدار سنين طويلة وفضلت العلاقات التجارية والاستثمارية يعني ما حدش جي جنبها حتى في أحلك اللحظات عشان كده عايز أبتدي مع حضرتك من زيارة دكتور مصطفى مدبولي لقطر بداية كده وإزاي شفتها وإزاي شفت الاستقبال من سمو الأمير تميم شخصيا والاحتفاء الكبير كأنهم بيقولوا تعالوا بقى يا رئيس عبد الفتاح السيسي لأن احنا بنحبوكوا عايزين نرجع بكل قوة لكوا طبعا العلاقات المصرية القطرية شاهدت تطورا كثيرا في الفترة الأخيرة بداية من قمة العلا التي حلشت في السعودية والتي كانت من خلال يعني وجود الدولة المصرية مع رباعي الدول الخليجية التي يعني جاءت هذه القمة لإجابة الجليد وتنقية الأجواء مع قطر والرباع العربي وبالتالي كانت دعوة الأمير تميم لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور افتتاح كأس العالم كانت نقطة مهمة جدا تؤكد على أن الدولة المصرية أو قطر يعني اعادت النظر في كل النقاط التي جعلت الخلاف يتسع مع دول الخليج بشكل أساسي وكانت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحضوره هي نقطة من أول أسطر في بداية صفحة جديدة للعلاقات المصرية القطرية وأعتقد أن هذه الزيارة وهذه الدعوة التي حضر فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح كأس العالم كانت هي بمثابة إذابة الجليد مع دولة القطر ويعني إذا نظرنا إلى عودة العلاقات العربية تقوم بشكل متسارع أكثر من عودة العلاقات مع دول صديقة مثلها تركيا أو غيرها من الدول لأن العلاقات المصرية القطرية علاقات قديمة وأزلية وهناك كثير من المشتركات بينما نعم المشتركات وهناك عمالة كثيرة جدا مصرية وهناك روابط اجتماعية مع الأشقاء في كل دول المجلس استثمارات قطرية بالفعل موجودة في مصر وكانت موجودة في أحلك الظروف وبالتالي إذا نظرنا إلى التعاطي الرسمي مع الأزمات سواء كان من الجانب القطري الرسمي ومن الجانب المصري كان هناك كثير جدا من ضبط النفس وكان هناك كثير جدا من كما نقول بالبلد كلا الباب موارب نعم خطوط رجعة والدولة المصرية تتعامل مع كل الملفات على هذا الأساس لأن الدولة المصرية تدرك أن المحبة والسلام هم عنوان التنمية في كل المجتمع العربي والعلاقات العربية القوية تخلق قوة عربية حقيقية وهذه الملفات تحدثت في الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى في الدول التي كانت ضد الدولة المصرية قلبا وقالبا في البداية عادت من جديد إلى الدولة المصرية لأن الدولة المصرية وضعت استراتيجية حقيقية للتعامل مع كافة الملفات العربية وبالتالي عودت العلاقات مع قطر بشكل متسارع هي نتيجة أن الدولة المصرية تعاملت مع قطر كأنها الشقيقة القبرى كانت تعامل الرسمي مع قطر تعامل قيد جدا كانت الدبلوماسية المصرية حاضرة في كافة الملفات كانت التفاهمات المصرية مع كل القوى الإقليمية العربية وغير العربية تعامل دولي تعامل ينم على أن الدولة المصرية كانت قادرة ولا تذل قادرة على إدارة كافة الملفات الخارجية ونجحت في هذا المنعطف حتى أن تعاطي الدولة المصرية أو الاستراتيجية التي وضعتها الدولة المصرية في التعاطي مع كافة الأزمات التي كانت موجودة في المنطقة سواء كان الملف الليبي وكان ملف شائق جدا الملف اليمني الملف السوري الملف العراقي كانت الرؤية المصرية هي الأسوب وهي دائما الرؤى التي يستند إلى المجتمع الدولي في معالجات هذه الأزمات عايزة استأذن حضرتك في ما قاله رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أمام المستثمرين القطريين ورجال الأعمال لما قال أنه لا توجد صعوبات أمام دخول وخروج أرباح المستثمرين ولما قال أنه إحنا بنعمل في مصر وبصدد إنهاء تذبذب سعر الصرف إلى أي حد ممكن التصريحين دول يعني يزودوا ويجذبوا استثمارات أكبر من استثمارات مباشرة لمصر من قطر يعني إذا نظرنا إلى ما حدث في الجانب الاقتصادي في مصر منذ مثلاً 2015 وحتى اليوم نجد أن الدولة المصرية هيأت مناخ حقيقي الاستثمارات الخارجية ووضعت بنية تحتية جيدة ووضعت قوانين وعالجت وتم طرح عدد كبير جداً من المعالجات على كل القوانين الاستثمارية أيضاً الدولة المصرية من خلال البنية التحتية سواء كان الطرق والكباري والبنية التحتية الأساسية لجذب الاستثمارات هيأتها بشكل أساسي بالإضافة إلى أن الدولة المصرية وضعت عدد كبير جداً من الأطر لجذب المستثمرين الأجانب وهذا الأمر إذا كنا منصفين نقول أن كل المعالجات التي وضعت في الفترات السابقة رغم أن العالم شهد أزمتين هذه الأزمات أثرت في دول كانت مستقرة بشكل كبير جدا وكانت اقتصاداتها متعافية بشكل كبير جدا وأزمة كورونا ثم بعد ذلك الحرب الروسية الأوكرانية التي لا تزال تدعيتها مستمرة والتي تغير تدعيتها جوانب اقتصادية جدا في دول كبرى وبالتالي الدولة المصرية استطاعت أن تتعامل مع هذا الجانب وبالتالي إذا قلنا أن الملف الاقتصادي ملف مهم وأن دولة رئيس الوزراء ذهب إلى قطر بالعديد من الأجنتات الاستثمارية الحقيقية التي تستطيع أن تجذب الاستثمارات القطرية سواء كان على مستوى قطر أو العراق أو السعودية أو الإمارات الدولة المصرية تريد أن تكون جاذبة الاستثمارات من خلال فتح منافذ استثمارية جديدة وبالتالي تصريحات رئيس الوزراء تؤكد بما لدع مجال الشك على أن الدولة المصرية لديها استراتيجية في معالجة المشاكل الاقتصادية حتى إن قلنا أن هناك أذمات اقتصادية ومشاكل اقتصادية موجودة في الدولة المصرية نعم لا ننكر هذا الكلام حتى نكون منصفين ولكن الدولة المصرية تدع معالجات حقيقية من خلال جذب المزيد من الاستثمارات والمستثمر العرب يدرك جيدا أنه إذا جاء إلى القاهرة ليستثمر فيها هناك مناخ كبير جدا وجيد هناك منافذ اقتصادية جدا ومشروعات اقتصادية جدا تستطيع أن تستوعب عدد كبير جدا من الاقتصاديات العربية والمستثمرين العرب وبالتالي أجنتة رئيس الوزراء والاتفاقات الشنائية التي تم توقعها أتوقع سيكون هناك مزيد من التعاون الاقتصادي مع مصر وقطر مع مصر والعراق مع مصر والسعودية مع مصر والإمارات هناك يعني الدولة المصرية تستطيع أن تستوعب العديد من الاستثمارات وخاصة أن هناك منافذ استثمارية تم فتحها سواء العالمين الجديدة أو العاصمة الإدارية الجديدة أو عدد كبير جدا من المشروعات الاقتصادية الموجودة طيب لو سبنا الاقتصاد وشفنا التطور السياسي الحادث بين مصر وقطر طبعا مصر لأنها دولة كبيرة زم حياتك تفضل ولأنها عادت أيضا بشرف فكان لها شروط خاصة بالإرهاب وإيواء الإرهابيين وشتيمة مصر في قنوات مفترض أنها قطرية فإلى أي حد شفت حضرتك من اتفاق العلا أنا بشكرك أنك ذكرت النقطة دي لأنها كانت نقطة البداية وكثيرون شككوا في نية قطر الحقيقية وقالوا لا ده مجرد يعني إيه كده بس علشان نقعد مع بعضه ومش عارف إيه لكن يبدو أن قطر اتخذت خطوات سياسية حقيقية لإرضاء مصر كدولة يعني مش حاجة شخصية أو كده إذا قلنا أن تغير في الاستراتيجية وفي السياسة العامة لدولة قطر هو مرتبطة كبير جداً ارتبط كبير جداً بتركيا وخاصة أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت موجودة في كل الإعلام القطري والتركي لو لم يكن على مستوى الإعلام الرسمي ولكنه كان على مستوى الإعلام الموجود على الأراضي التركية والقطرية والتي كانت تهاجم مصر دائماً وكانت مصر تلتزم بسياسة ضبط النفس مع تلك المنابر وحدث في الفترة الأخيرة أن هناك كانت تضييق على عدد كبير جداً من المنابر وتغيير استراتيجية الإعلام القطري تجاه الدولة المصرية والإعلام التركي أيضاً وهذا الأمر يؤكد بما لا داع مجل الشرط على أن الدولة المصرية استطاعت أن توضح أن هناك بعض النقاط التي يجب على سواء قناة كتر أو تركيا أن تتعامل معها باحترافية وخاصة أن الدولة المصرية ونهج الدولة المصرية كان نهج مستقيم وفق استراتيجية معينة ولذلك أقول أن بعد تولي فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي شدة الحكم كانت هناك عدد كبير جداً من الدول الأوروبية التي كانت جماعة الإخوان الإرهابية منابر فيها وأزرع سياسية فيها داخل هذه الدول مثل بريطانيا وغيرها من الدول غيرت استراتيجيتها مع الدولة المصرية بشكل سريع متسارع ولكن هناك بعض الدول التي كانت تؤثر جماعة الإخوان الإرهابية فيها في القرار وقفت ضد الدولة المصرية فترات طويلة جداً ولكن في النهاية الدولة المصرية نجحت في الملف الخارجي باحترافية شديدة جداً الوزير سامح شكري نجح في وضع الدولة المصرية في مسارها الصحيح من خلال تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في عدد كبير جداً من الملفات شاهدنا الملف الليبي شاهد أزمات كثيرة جداً طيب أنا بس هستأذن حضرتك عشان أنا عايز أنقل عالم رحلة سامح شكري فعلاً زي بحياتك تفضلت لسوريا وتركيا لكن عايز أقول إيه؟ إنه لم يضغط على مصر قيدة أنملة في التنازل عن قضية معمولة ضد إرهابي أو إلغاء حكم أو أي من المطالبات الرسمية اللي مصر بتطالبها صح كده؟ نعم طيب عايز أسألك بقى على الزيارة المهمة اللي عملها الوزير الهمام سامح شكري وزير الخارجية المصري لسوريا وتركيا حاملاً مساعدات إغاثية رمزية لهتين الدولتين والشعبين الحقيقة اللي تضرروا تضرر كبير لو ابتدينا من سوريا هيشوفنا استقبال حافل من الرئيس بشار الأسد بل يكاد يكون استقبال اليوم اللي قبله بتاع المستشار حنفي جبالي ووفد اللي كان بيشارك فيه البرلمانيين العرب الاتحاد البرلمانيين العرب في بغداد كان يعني إزاناً بأنه خلاص بشار الأسد حيبتدي يلتقي الشخصيات العامة وفيه اللقاءات بقى مع وزراء وخلاص وكأن الأمور استقرت وعادت إلى طبيعتها وكان فيه حفاوة كبيرة في استقبال وزير الخارجية المصري أيضاً لأنه ممثل للدولة المصرية مش على مستوى بس أنه وزير خارجي إذا يقول لأن الدولة المصرية تعاملت مع تركيا ومع سوريا في ملف يعني في أزمة الزلزال التي أصابت تركيا وسوريا يوم 6 فبراير كان التعامل الإنساني للدولة المصرية الكبيرة القائدة الرائدة التي تتواجد في كافة الملفات هو تعامل إنساني في المقام الأول وبالتالي كانت هناك مكالمة مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس بصار بشار الأسد وأيضاً إلى الجانب التركي هذه المساندة والدعم الإنساني من الدولة المصرية هو دور الدولة المصرية القوية القائدة الرائدة التي جنبت الخلافات السياسية جنبت الاختلاف في وجهة النظر السياسية ونظرت إلى الجانب الإنساني لأن الدولة المصرية كما قلت في مطلح حديثي أنها تهتم بالشعوب ولديها نظرة إنسانية بعيدة وبالتالي الدولة المصرية قدمت مساعدات إلى سوريا وتركيا دون النظر عن الملفات السياسية وهذا الأمر جعل يعني وطيرة التصارق يعني الملف السياسي يعني حدث فيه انفراجة بشكل متسارع طيب أنا كنت بكلم حضرتك عن سوريا وعايزك تقول لي أنه سوريا عمري ما كان فيه بيننا وبينها خلاف ده إحنا كنا شعب واحد نعم وكان فيه واحدة وغيره لكن عايز أقولك مثلاً أنا ليه قلت كده لأنه دي أول زيارة من نوعها منذ 2011 وهي تعني عودة علاقات قوية بين مصر والسوريا والبعض يتكهن بشار الأسد ربما يخرج لأول مرة من سوريا بعد أزمة الحرب السورية على مصر إيه اللي حضرتك بتتوقعوا من هذا الانفتاح خصوصاً في ظل تنامي دعوات بعودة سوريا للحضن العربي على المستوى الدبلوماسي بقى والرسمي والقانوني وفي جمعة الدول العربية وكده عودة سوريا إلى الصف العربي هي مهمة جداً لأن سوريا برضو دولة عربية كبيرة مؤسرة في المنطقة ولكن يبقى يعني هذه الخطوات أن تعود بشكل طبيعي تحتاج إلى معالجة بعض الملفات وخاصة أن الملف السوري به يعني إذا قلنا أن هناك مناطق النفوذ لبعض القوى الموجودة على الأراضي السورية تؤثر في التعاطي العربي مع الملف السوري ونقل على سبيل المثال إيران تواجد إيران في الملف السوري هو الذي أخرى وأجل التعاطي العربي معها وبالتالي جماعة الدول العربية يعني وضعت أطر لعودة سوريا إلى المظلة العربية سواء أنت كده بتعاقب الشخص الترف الأضعف لأن سوريا مش هي المسؤولة عن وجود مناطق نفوذ تركية أو أمريكية أو إيرانية على أرضها أمريكية وتركية وروسية يعني موجودة فبالتالي الملف ملف شائق جدا ولكن عندما تعود سوريا إلى الملف العربي قد يكون هناك تعاطي مع هذه الملفات بشكل أفضل وعزلها زي ما تفضلت حديثك وقلت لن يؤدي إلى نتاج إيجابية لكن عودتها إلى الصف العربي سيؤدي إلى نتاج إيجابية وإلى إعادة النظر في كافة الإشكاليات والملفات وخاصة الملفة معقد بشكل كبير عشان كده مصر دايما بتقول أنها منفتحة بقنوات تواصل على الموقف السوري وأن ده في مصلحة استقرار سوريا حضرتك شايف إيه لسوريا في القريب القادم؟ يعني أعتقد أن الخطوات زي ما قلت أن هي الخطوات الإنسانية التي اتتخذتها بعض الدول العربية سواء الأمارات العربية المتحدة أو المملكة العربية السعودية أو مصر أو غيرها تجاه الملف السوري الحوادث الإنسانية أو ملف الزلزال قرب هذه المسافات بشكل كبير جدا وجعل العزلة السورية تتآكل بشكل كبير جدا حتى تعود سوريا إلى الصف العربي ولكن يبقى الملف السوري ملف شائك ملف به الكثير من التفاصيل والنفوذ زي ما حضرتك تفضلت الولايات المتحدة الأمريكية أو إيران أو روسيا أو غيرها من المناطق النفوذي أيضا تركيا لديها ضغط كبير جدا في الأراضي السورية من خلال يعني وأيضا الأكراد موجودين في سوريا بشكل وإسرائيل بتنتهز الفرصة وتضرب نعم وإسرائيل تنتهز الفرصة وتضرب سوريا في العمق السوري وأعتقد أن التكارب أيضا في الملف الروسي الأوكراني وتكارب مع بعض الجهات سيغير أيضا استراتيجية الوضع باب أنت شايف سوريا رايحة على فين؟ سوريا تكلمنا عن عودتها الحد العربي سوريا ترتج إلى دعم عربي آه أوكي لكن هي رايحة على فين؟ يعني هل بتتوقع الاستقرار؟ طبعا إحنا مش عايزين برضو ننكر إن بشار الأسد ده هو الرئيس الوحيد اللي صمد ضد خطط تفتيت الدول العربية نعم دي مسألة برضو تحترم لكن إلى أي حد تمسك الشعب بيه حيودي على فين؟ هل هتخرج هذه مناطق النفوذ؟ هتسحب هذه الدول مناطق نفوذها؟ واللي هي دخلت وحطت وعمرها ما هتخرج؟ إيه إيه تصورك؟ والله الوضع في سوريا يشبه كثيرا جدا جدا الوضع في اليمن يشبه كثيرا جدا جدا الوضع في ليبيا أماكن النفوذ هي التي تدع الاستراتيجيات وهي التي تغير الرؤى تجاه التعاطي مع الملفات لكن يعني إذا قلنا أن التواجد العربي وانفتاح بعض الدول العربية القوية المؤسرة مثل مصر والسعودية والإمارات وغيرها من الدول العربية المؤسرة على النظام السوري قد يكون نقطة دعم لعودة سوريا بشكل كبير جدا إلى الملف العربي الرغم أن وجود أجهزة استخبارات كثيرة جدا في الشمال السوري من جانب تركيا ومن جانب الولايات المتحدة الأمريكية أيضا في الجانب الروسي في الجانب الإيراني موجودة أيضا في سوريا فسوريا للأسف الشديد ساحة للمعركة بين الكبار ساحة للمعركة والملف متشابك بشكل كبير جدا طيب عايز أرجع مع حياتك لتركيا بقى يعني إيه في رأيك اللي خلى سيادة الوزير سامح شكري يقول تصريح من نوعية الانتقال إلى مرحلة جديدة وإزالة شوائب الماضي كهدف من أهداف زيارته لتركيا هل غيرت تركيا زي ما تكلمنا عن قطر من عقيدتها السياسية الاستراتيجية هل أدركت في النهاية أنها لابد أن تعود إلى مصر من فترة وهم عملين يقولوا تصريحات أن مصر دولة كبيرة وأن تركيا تحتاجها وأننا لابد أن نعود تركيا تدرك جيدا أن هناك ملفات عديدة شائكة تتدخل فيها تركيا بشكل كبير مثل الملف الليبي وغيرها من الملفات والملف السوري أيضا والملف الفلسطيني تدرك جيدا أنها لن تستطيع أن تنجح بشكل منفرد بعيدا عن الدولة المصرية وأن الدولة المصرية دولة قوية قادرة على إدارة الملفات الصعبة الشائكة الموجودة في المنطقة ولذلك نجد أن تصريحات مولود جويش أغلو وزير الخارجية التركي تؤكد بما لا دع مجال للشك على أن تركيا تدرك قوة الدولة المصرية والدولة المصرية لا ننسى أنها هي التي استطاعت أن تقدم للمجتمع الدولي خدمة جليلة في ليبيا وهي وقف إطلاق النار عندما حدد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن سرطة أخط أحمر وبالتالي تراجعت تركيا بالكثير جدا بعد أن دعمت المرتزقة وجاءت بالسوريين في الغرب الليبي وأجاجة المواقف في ليبيا أدركت جيدا أن الدولة المصرية قادرة على إحداث تواجن في المنطقة بما أن حددتك كلمت عن مولود جويش وزير خارجية التركي وكان لي تصريحات منها مثلا أننا نبدأ صفحة جديدة مع مصر ومنها أنه قال سنعمل على نقل العلاقات مع مصر لمستويات أعلى فهل ده حددتك بترجع هذه التصريحات وهذه العودة لمصر يعني أن الانتخابات جاية وأردوغان موقفه صعب قوي بالذات في تدعيات الكرسى بتاعة الزلزال حوالي خمسين ألف قتيل ومئات الألوف من الجرحة شيء مؤلم يعني هل ده يعني ورقة انتخابية أم أن تركيا أيا كان النظام ستستمر في التوجه ناحية مصر سياسيا استثماريا اقتصاديا سياحيا تركيا عندما نظرت في تعاملها مع الدولة المصرية في الماضي أدركت أنها أخطأت خطأا كبيرا جدا في حق تركيا في المقام الأول وليس حق مصر لأنها مصر تدرك جيدا وتستطيع أن ترد في الأوقات الحرجة وتستطيع أن تدافع عن مواقفها من مواقف قوة وأعتقد أن الترحيب الذي لقاء الوزير سامح شكري والإدارة المصرية عندما زار تركيا والتصريحات الإيجابية التي اختلفت كليا وجزئيا عن التصريحات السابقة وعن مواقف تركيا السابقة تؤكد على أن استراتيجية المسؤولين في تركيا تغيرت بشكل كبير جدا وأن هناك طبعا مفاوضات عن مناطق النفوسة كانت الإشكالية في البحر الأبيض المتوسط مشكلة ليبيا مشكلة سوريا عدد كبير جدا من المشاكل تدرك تركيا جيدا أنها لن تستطيع أن تحقق المأمول فيها ونتائجها دون أن تكون هناك علاقات جيدة مع مصر علاقات اقتصادية علاقات سياسية مع إدراكها أن مصر مواقفها ضد موقف تركيا في القضايا العيدة نعم نعم مصر تدافع عن مصالحها في المنطقة مصر تدافع عن مصالحها في ليبيا مصر تدرك أن ليبيا خط يعني دوار الرئيس نعم خط أمن قيم وأيضا مصر تدافع عن مصالحها في الغاز في شرق المتوسط في الغاز في شرق المتوسط في ترسيم الحدود في كل الملفات الشائكة الدولة المصرية تدرك جيدا أنها تدافع عن مصالحها وأن موقفها هو الأقوى وهو الأوضح ولذلك نجد أن السياسة المصرية لم تتغير طب أستاذ محمد أخيرا عايز أسألك عن اقتصاديا ماذا تريد مصر من تركيا طبعا إذا عادت العلاقات ده شيء طيب جدا لابد بقى أن نفكر هل الوضع الاقتصادي التركي مع تردي الليرة التركية ومع الظروف الصعبة اللي بتمر بيها تركيا قبل الكرسة بتاعت الزلزال ومن ساعة الزلزال طبعا تركيا تحتاج إلى إعادة إعمار بأرقام ضخمة صحيح في دول كتير بتساعدها أوروبية وأمريكية وغيرها لكن هل إحنا يعني نتوقع استثمارات تركية جديدة هل نتوقع سياحة تركية إلى مصر وهي تعتبر جهة منافسة لمصر في هذا الملف إيه تصورنا لما نريده من تركيا من عودة العلاقات تركيا يعني دولة صديقة ودولة كبيرة ودولة بيننا وبينها علاقات اقتصادية إذا كانت هناك يعني شحابة سياسية حدشت في الفترة الأخيرة أدت إلى التراجع الملفات إلا أن الملف الاقتصادي بين مصر وتركيا ظل مستمرا وظل موجود كانت هناك علاقات اقتصادية بين مصر وتركيا على مدار الفترات الماضية ولم تؤثر فيها الملف السياسي وبالتالي تركيا دولة بها نهضة صناعية كبيرة جدا دولة المصرية بها بيئة جاذبة للإستثمار بها سياحة بها ملفات عديدة جدا أعتقد أن التعاون بين مصر وتركيا اقتصاديا يعم بالنفع على الشعبين والخلافات السياسية الحادثة في الفترة الماضية أثرت بشكل كبير جدا على ملفات الاقتصادية بشكل كبير تركيا كانت لها مقارف في ليبيا وأبرمت عدد كبير جدا من الصفقات الاقتصادية والتجارية في ليبيا ورغم أنها كانت باطلة ولم يعترف فيها مجلس النواب الليبي إلا أن تركيا تدرك جيدا أن التعاون مع مصر في الملف الاقتصادي سيعود بالنفع عليها في الملف السياسي ولذلك تجد أن الاستراتيجية التي وضعتها الدولة المصرية للتعامل مع كافة الأزمات بما فيهم التعامل مع تركيا مع قطر مع كل الدول حتى الدول العربية التي كانت بيننا وبينها خلاف في بعض الملفات تعاملت مع مصر باحترافية ولذلك كانت النتائج إيجابية وهناك طبعا تفاوت كبير جدا على مستوى الاستخباراتي بين مصر وتركيا منذ عام هذا التعاون الاستخباراتي كان في كل الملفات واستطاعت المخابرات العامة المصرية أن تقدم رؤية الدولة المصرية وأن تضغط لكسب موقف الدولة المصرية موقف إيجابي تجاه الدولة المصرية ولذلك كانت المفاوضات السياسية بعد هذه المفاوضات التي تمت على مدار عام في كل ملفات فيهم الملف الليبي والملف السوري وغيرهم من الملفات نجحت الدولة المصرية في أن تحدث نقطة إيجابية قوية جدا في موقفها وخاصة المواقف الأخيرة المتسارعة التي وضحت فيها الدولة المصرية أنها مع الإنسانية مع الشعوب مع التعامل الإنساني بعيدا عن ملفات السياسية غردت مصر خارج السرب تغريدا إيجابيا جعل قوة الدولة المصرية تعود بشكل كبير جدا في الملف الخارجي أشكرك جدا أستاذ محمد شرفتني ربنا يخليك يا فندم أنا سعيد جدا بوجودة مع حضرتك جزيد الشكر لأستاذ محمد فاتح الشريف مدير مركز العرب للدراسات والأبحاث بشكركم مشاهدينا بكرة إن شاء الله حلقة جديدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر